موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في حلقة جديدة من دروس الرياضيات لصف الحادي عشر علمي عنوان حلقة اليوم هو الدوال الحقيقية وسوف نتناول موضوع حلقة اليوم بعد الفاصل فابقوا معنا موسيقى موسيقى أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات من جديد نذكركم بعنوان حلقة اليوم هو الدوال الحقيقية مجال الدالة العلاقة والدالة العلاقة رياضيا هي أي مجموعة من الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي وتسمى مجموعة المساقط الأولى لهذه الأزواج الإحداثيات الأفقية أي السينية فهي مجال العلاقة إذن الإحداثيات السينية هي مجال العلاقة وتسمى مجموعة المساقط الثانية الإحداثيات الرأسية أي الصادية إذن الإحداثيات الرأسية الصادية هي مدى العلاقة إذن تذكر عزيزي الطالب بأن مجال العلاقة هو الإحداثيات الصينية ومدى العلاقة هو الإحداثيات الصادية وهي مجموعة جزئية من المجال المقابل عندما يكون كل عنصر عدد في المجال مرتبط بعنصر واحد فقط من المجال المقابل فإن العلاقة تسمى دالة الدالة التي مجالها ومجالها المقابل مجموعتان جزئيتان من الأعداد الحقيقية تسمى دالة حقيقية إذن الدالة الحقيقية هي التي مجالها ومجالها المقابل مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية مجال الدالة القواعد التالية تساعدنا على تحديد مجال دالة ما الأولى مجال الدالة كثيرة الحدود هو مجموعة الأعداد الحقيقية R إذن تذكر عزيزي الطالب الدوال كثيرة الحدود مثلا F of X تساوي X3-4 شنو مجالها كثيرة حدود مجالها R وكذلك F of X تساوي الثلاثة شنو مجالها نعم مجالها R الثانية مجال الدالة الحدودية النسبية هو مجموعة الأعداد الحقيقية R عدى مجموعة أصفار المقام إذن تذكر عزيزي الطالب عندي حدودية نسبية أي البسط حدودية والمقام حدودية فماذا يكون مجالها؟ نعم مجال البسط هو R ومجال المقام هو R معدى أصفار المقام فيكون مجال الحدودية النسبية هو R معدى أصفار المقام الحالة الثالثة مجال الدالة F of X يساوي الجذر النوني لـ GX حيث نون عدد زوجي هو مجموعة الأعداد الحقيقية التي تحقق أن GX أكبر من أو تساوي الصفر إذن تذكر عزيزي الطالب دليل الجذر هو زوجي نعم دليل الجذر زوجي فما هو مجال الدالة؟ نعم المجذور أكبر من أو يساوي الصفر أما مجال الدالة F of X يساوي الجذر النوني لـ GX وحيث أن عدد فردي هو مجال الدالة G نعم إذا كان عندي دليل الجذر فردي فيكون مجال الدالة هو مجال ما تحت الجذر تابع مجال الدالة مجال الدالة F of X يساوي GX زائد أو ناقص HX هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجال الدالتين H و G إذن إذا عندي مجموعة دالتين أو فرق بين دالتين شنو مجالها راح يكون؟ مجالها راح يكون تقاطع مجال الدالتين أي أن مجال F يساوي مجال G تقاطع مجال H نستكمل مجال الدالة F of X يساوي GX ضرب HX هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجال الدالتين H و G أي أن مجال الدالة F يساوي مجال G تقاطع مجال H هنا عزيزي الطالب في جمع الدالتين وحاصل الفرق بين دالتين وضرب الدالتين يكون المجال هو تقاطع الدالتين في الحالة السابعة مجال الدالة F of X يساوي GX على HX هو مجموعة الأعداد الحقيقية المشتركة بين مجال الدالتين H و G عدى أصفار المقام إذن عزيزي الطالب مجال الدالة F X لاحظ إنها دالة نسبية في رح يكون مجالها هو مجال الباست تقاطع مجال المقام معدى أصفار المقام ننتقل الآن إلى المثال الأول أوجد مجال كل من الدوال التالية F of X يساوي 3X زائد الواحد GX يساوي 5X تربيع ناقص 3X زائد الواحد HX يساوي X تكعيب زائد 9X تربيع ناقص 2X زائد الربع إذن عندي F of X والGX والHX دوال كثيرة الحدود ومجالها هو R ومما سبق تعرفنا إلى أن الدوال السبق هي كثيرات حدود وبالتالي مجالها هو R ننتقل إلى المثال الآخر أوجد مجال كل من الدوال التالية GX يساوي 3X ناقص الأربعة على X زائد الاثنين والHX يساوي X زائد الواحد على X تكعيب إذن لاحظ معي عزيزي الطالب عندي الجي أكس هي دالة حدودية نسبية فمجالها سيكون R معدى أصفار المقام وصفر المقام هو X زائد الاثنين يساوي صفر عندما X تساوي السالب الاثنين فنجد أن مجال الدالة الحدودية النسبية هو مجموعة العداد الحقيقية R عدى مجموعة أصفار المقام إذن مجال الدالة G هو R معدى السالب الاثنين أما مجال الدالة H فماذا تتوقع أن يكون نعم مجال الدالة H راح يكون R معدى صفر المقام وهو X تكعيب تساوي الصفر أي R معدى الصفر ننتقل الآن إلى المثال الثالث أوجد مجال الدالة GX يساوي الجذر التربيعي لاثنين X ناقص الخمسة هنا عزيزي الطالب دليل الجذر هو زوجي فمجال الدالة راح يكون المجذور أكبر من أو يساوي الصفر فيكون عندي مجال الدالة G يتحقق إذا كان المجذور أكبر من أو يساوي الصفر حيث لا يوجد جذر تربيعي حقيقي للعدد السالب أي 2X ناقص الخمسة أكبر من أو يساوي الصفر ونجدها عندما الX أكبر من أو تساوي خمسة على اثنين فبالتالي مجال الدالة G هو الفترة نصف مقلقة خمسة على اثنين وما لا نهاية إذن عزيزي الطالب ننتقل إلى المثال الرابع أوجد مجال الدالة HX يساوي الجذر التكعيبي لأربعة أكس زائد الخمسة هنا عزيزي الطالب لاحظ معي أن دليل الجذر هو فردي فمجال الدالة هو مجال المجدور حيث أن دليل الجذر عدد فردي فيكون مجال الدالة H هو مجال المجدور وحيث أن المجدور هو كثيرة حدود فيكون مجاله R أي أن مجال الدالة H هو R ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الخامس أوجد مجال الدالة FX يساوي 7X زائد الثلاثة ناقص الجذر التربيعي لأكس تربيع ناقص الأربعة هنا عزيزي الطالب لاحظ أن عندي فرق بين دالتين الأولى 7X زائد الثلاثة والثانية دالة جذرية إذن نفرض أن الدالة GX هي 7X زائد الثلاثة والدالة H هي الجذر التربيعي لأكس تربيع ناقص الأربعة وما هو مجال الدالة F of X نعم تقاطع مجال الدالتين الدالة الأولى عندي دالة حدودية مجالها هو R والدالة الأخرى دليلها زوجي فيكون مجالها المجدور أكبر من أو يساوي الصفر إذن عندي الـ GX تساوي 7X ناقص الثلاثة والـ HX تساوي الجذر التربيعي لـ X تربيع ناقص الأربعة فيكون مجال الـ F يساوي مجال الـ G تقاطع مجال الـ H حيث أن مجال الـ G هو R لأنها كثيرة حدود ومجال الـ H يتحقق عندما يكون المجدور أكبر من أو يساوي الصفر أي أن الـ X تربيع ناقص الأربعة أكبر من أو تساوي الصفر فنجد أن الـ X تربيع أكبر من أو تساوي الأربعة إذن مطلق الـ X أكبر من أو يساوي الأثنين أخذ الجذر التربيعي للطرفين ويصير الجذر التربيعي للـ X تربيع اللي هو مطلق الـ X والجذر التربيعي للـ 4 اللي هو الأثنين إذن عندي الأكس أكبر من أو تساوي الأثنين أو الأكس أصغر من أو تساوي السالب أثنين فتكون الأكس تنتمي للفترة النصف مفتوحة أثنين وما لا نهاية اتحاد الفترة النصف مفتوحة السالب ما لا نهاية وسالب أثنين فتكون الأكس تنتمي لأر معدى الفترة المفتوحة سالب أثنين واثنين إذن مجال أف هو مجال الدالة الأولى أر تقاطع مجال الدالة الثانية معدى سالب أثنين واثنين فيكون مجالها أر معدى السالب أثنين واثنين ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال السادس أوجد مجال الدالة أف أف أكس يساوي الجدر الخامس لاثنين ناقص أربعة أكس على تسعة ناقص أربعة أكس تربية هنا عزيزي الطالب نجد أنا حدودية نسبية وبالتالي لازم أوجد مجال البسط تقاطع مجال المقام معدى أصفار المقام إذن نفرض أن أف أف أكس تساوي جي أكس على أش أكس حيث الجي أكس تساوي الجدر الخامس لاثنين ناقص أربعة أكس وأتش أكس تساوي تسعة ناقص أربعة أكس تربية ويكون مجال الدالة أف يساوي مجال الجي تقاطع مجال أتش معدى مجموعات أصفار المقام عندي مجال الدالة جي هو المجذور يساوي R لأن دليل الجذر عدد فردي أما مجال المقام فيساوي R لأنها كثيرة حدود معدى أصفار المقام اللي لازم أوجدها وأصفار المقام تكون تسعة ناقص أربعة أكس تربيع بالتحليل تكون القوس ثلاثة ناقص أثنين أكس والقوس الآخر ثلاثة زادة أثنين أكس تساوي الصفر عندما الأكس تساوي ثلاثة على اثنين أو الأكس تساوي السالب ثلاثة على اثنين إذن مجال الدالة أف هو مجال البسط اللي هو R تقاطع مجال المقام معدى أصفار المقام فتكون مجال الدالة أف هي R معدى السالب ثلاثة على اثنين والثلاثة على اثنين عزيزي الطالب وبعد أن انتهينا من بعض الأمثلة على الدوالة الحقيقية ننتقل الآن إلى الأسئلة الموضوعية السؤال الأول مجال الدالة أف أكس يساوي الجذر التربيعي لأكس ناقص اثنين الكل تربيع هو R لاحظ معي عزيزي الطالب بأن دليل الجذر زوجي إذن مجال الدالة ما تحت الجذر المجذور أكبر من أو يساوي الصفر لكل أكس تنتمي إلى R وعندي الأكس ناقص اثنين الكل تربيع موجبة دائما لكل أكس تنتمي إلى R إذن مجال الدالة هو R فتكون الإجابة صحيحة السؤال الثاني مجال الدالة أف أكس يساوي خمسة على الجذر التربيعي لثنين أكس ناقص الستة هو الفترة نصف مغلقة ثلاثة ومالة نهاية لاحظ معي عزيزي الطالب أن صفر المقام هو أثنين أكس ناقص 6 يساوي الصفر عندما الأكس تساوي الثلاثة إذن وهو موجود عندي بالفترة اللي معطيني إياها فتكون الإجابة خاطئة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى السؤال الثالث مجال الدالة أف أكس يساوي الجذر التربيعي لسالب أكس هو الفترة نصف مغلقة سالب مالة نهاية وصفر نلاحظ عزيزي الطالب أن دليل الجذر زوجي فيكون المجذور سالب أكس أكبر من أو يساوي الصفر أي أن الأكس أصغر من أو يساوي الصفر وهو من سالب مالة نهاية وصفر مغلق فتكون الإجابة صحيحة ننتقل الآن إلى السؤال الرابع مجال الدالة أف أكس يساوي واحد على أكس تربيع ضرب الجذر التربيعي لأكس ناقص الثلاثة هو الفترة نصف مغلقة سالب ثلاثة ومالة نهاية أول شيء نشوف الصفر المقام هنا صفر المقام عندما الأكس تربيع تساوي الصفر فالأكس تساوي الصفر وهو من ضمن الفترة المعطات فتكون العبارة خاطئة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى السؤال الخامس مجال الدالة أف أكس يساوي مطلق أكس ناقص الأثنين هو آر إذن عزيزي الطالب مجال المطلق هو آر فتكون الإجابة صحيحة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى السؤال السادس مجال الدالة أف أكس يساوي الجذر التربيعي لستة ناقص ثلاثة أكس زائد الثلاثة هو الفترة نصف مغلقة أثنين ومالة نهاية نلاحظ هنا عزيزي الطالب بأن دليل الجذر زوجي فيكون المجال ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر وهنا الستة ناقص ثلاثة أكس هو من دالة من الدرجة الأولى ومعامل الأكس فيها سالب فيكون مجالها من السالب ما لا نهاية إلى صفر الجذر وصفر الجذر عندي أثنين فيكون المجال من سالب ما لا نهاية وأثنين فالعبارة تكون خاطئة إلى هنا عزيزي الطلبة وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم والذي تناولنا فيه الدوال الحقيقية ومجالها نرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة هذا اليوم ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة والطالبات في حلقة جديدة من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر علمي عنوان حلقة اليوم هو المعكوسات ودوال الجذور التربعية وسنتناول الموضوع بالتفصيل بعد الفاصل فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم عزيزي الطلبة والطالبات نذكركم بعنوان حلقة اليوم هو المعكوسات ودوال الجذور التربعي معكوس العلاقة اذا كانت R علاقة تربط كل عنصر A من مجال R بعنصر B من مدى R فإن معكوس العلاقة R يصل من B إلى A ويرمز لمعكوس العلاقة بالرمز R inverse أي R السالب واحد أي إذا كان الزوج المرتب A و B ينتمي لR فإن الزوج المرتب B و A ينتمي لR inverse فنجد عندي المجموعة 4 و 6 والمجموعة الأخرى 3 و 5 و 7 و 9 هي R فإن المجموعة 3 و 5 و 7 و 9 إلى المجموعة 4 و 6 تكون هي R inverse معكوس العلاقة ملاحظة هامة إذا كانت النقطة A و B تنتمي لبيان دالة ما فإن النقطة B و A تنتمي إلى بيان معكوس هذه الدالة ولكي ترسم معكوس الدالة بيانيا إعكس الترتيب A و B لتصبح B و A لكل زوج مرتب ينتمي لبيان الدالة لإيجاد معكوس الدالة جبريا نقوم بالتبديل بين متغيرات الدالة X و Y ثم الحل بالنسبة إلى Y وإذا كانت الدالة تستخدم الرمز FX نعوض عن FX ب Y نلاحظ عزيز الطالب عندي شغلتين بالرسم وجبريا بالرسم راح أعكس الزوج المرتب وجبريا راح أستبدل X مكان ال Y وأحل بالنسبة لل Y معكوس الدالة الخطية هو أيضا دالة خطية ليس بالضرورة أن يكون معكوس الدالة هو دالة مثال ارسم بيان الدالة Y يساوي X زاء الثلاثة على أثنين ومعكوسها هنا عزيزي الطالب لازم أوجد نقطة ونقطة أخرى ونقطة ثالثة تساعدني في الرسم وبالتالي إذا حددت النقاط أعكس النقاط X و Y لتكون Y و X ثم نرسم نرسم بيان الدالة الأصلية اللي هو Y يساوي X زاء الثلاثة على أثنين باستخدام الجدول التالي أختار قيم ل X ولتكون السالب واحد والواحد والثلاثة نعوضها مكان ال X وأحصل على ال Y اللي هي واحد عند التعويض مكان ال X بسالب واحد وعند التعويض بال X بالواحد أحصل على ال Y تساوي اثنين وكذلك عند التعويض بال X بثلاثة أحصل على ال Y تساوي ثلاثة وبالتمثيل البياني أمثل النقاط النقطة الأولى سالب واحد وواحد النقطة الثانية واحد واثنين النقطة الثالثة ثلاثة وثلاثة وأحصل على الخط المستقيم الذي أمامك لأنها حدودية من الدرجة الأولى ومعكوسها يكون نرسم بيام معكوس الدالة باستخدام الجدول التالي رح أعكس النقاط للـ X مكان الـ Y والـ Y مكان الـ X فلاحظ أني أنا بدلت الـ X لتكون 1 و 2 و 3 والـ Y هي سالب 1 و 1 و 3 أمثل النقاط الـ 1 والسالب 1 و 2 و 1 و 3 و 3 لاحظ أن بيام معكوس الدالة هو صورة الدالة الأصلية بالإنعكاس في المستقيم و Y يساوي الـ X ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الآخر أوجد معكوس الدالة Y يساوي X زائد 3 على الـ 2 هنا عزيزي الطالب رح أحل جبريا والإيجاد معكوس الدالة جبريا نعم نبدل الـ X مكان الـ Y ونحل بالنسبة لـ Y إذن عزيزي الطالب بدل الـ X و Y فتصير الـ X تساوي Y زائد الثلاثة على الأثنين نحل بالنسبة للـ Y إذن النظير الضربي للـ 2 نضربه في الطرفين فيكون عندي الـ 2X تساوي Y زائد الثلاثة ثم أستخدم النظير الجمعي للـ 3 للطرفين فيكون الـ Y يساوي 2X ناقص الثلاثة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الآخر أوجد معكوس الدالة Y يساوي 3X ناقص الأربعة إذن هنا عزيزي الطالب عشان أوجد معكوس الدالة أول شيء نعم أبدل الـ X والـ Y ثم أستخدم على حسب يا النظير الضربي أو النظير الجمعي وأحلو أوجد بالنسبة لـ Y إذن عزيزي الطالب نبدل الـ X والـ Y لتكون X تساوي 3Y ناقص الأربعة الآن أوجد أحل بالنسبة لـ Y فأوجد النظير الجمعي للـ 4 للطرفين فتكون الثلاثة Y تساوي X زائد الأربعة الآن النظير الضربي بالنسبة للـ 3 أستخدمها أضربها في الطرفين فتكون Y تساوي X زائد الأربعة على الثلاثة إذن Y تساوي 3X زائد الأربعة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى مثال آخر أوجد معكوس الدالة Y تساوي 3X تربيع ناقص الأربعة هنا عزيزي الطالب لاحظ معاي أن الدالة نعم الدالة تربيعية ولإيجاد معكوس الدالة التربيعية أبدل الـ X مع الـ Y بدلت الـ X مع الـ Y لتكون الـ X تساوي 3Y تربيع ناقص الأربعة وأحل بالنسبة للـ Y وهنا عزيزي الطالب رح أحصل على موجب أو تسالب الجذر التربيعي لـ دالة نحل بالنسبة لـ Y لتكون 3Y تربيع تساوي X زائد الأربعة استخدمنا النظير الجمعي للـ 4 للطرفين الآن نستخدم النظير الضربي للـ 3 في الطرفين فيكون أضرب بالثلث في الطرفين لتكون الـ Y تربيع تساوي X زائد 4 على الثلاثة إذن عزيزي الطالب أأخذ جذر الطرفين ليكون الـ Y تساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي للثلث ضرب X زائد الأربعة دوال الجذر التربيعي المعادلة Y تساوي الجذر التربيعي لـ X دالة جذر تربيعي الشكل البياني المقابل يمثل بيان دالة الجذر التربيعي ومداها يكون الفترة نصف مقلقة صفر وما لا نهاية ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى التمثيل البياني لدالة الجذر التربيعي على الصورة Y يساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الـ H زائد الـ K هنا عزيزي الطالب لازم أستخدم دالة المرجع عشان أمثل دالة الجذر التربيعي لـ Y تساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الـ H زائد الـ K وبتحديد قيمة الـ H اللي تعطيني إزاحة لليمين أو لليسار أو قيمة الـ K اللي تعطيني إزاحة لأعلى أو لأسفل فعندما تكون الـ H والـ K موجبتين لاحظ معي عزيزي الطالب أن الـ H موجبة والـ K موجبة فإن الإزاحة تكون بعدد H من الوحدات يمينا وعدد K من الوحدات لأعلى إذن عزيزي الطالب Y تساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الـ H زائد الـ K عندما تكون الـ H موجبة فالإزاحة رح تكون باتجاه اليمين لعدد H من الوحدات وكذلك إذا كانت الـ K موجبة فتكون الإزاحة لأعلى بعدد K من الوحدات أما عندما تكون الـ H سالبة فيزاح البيان إلى اليسار عندما يكون الـ K سالبة فيزاح البيان إلى الأسفل أي هنا في رسم بيان الدالة Y تساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الـ H زائد الـ K عندما تكون الـ H سالبة فيزاح بيان الدالة إلى اليسار باتجاه H من الوحدات وكذلك عندما تكون الـ K سالبة فيزاح بيان الدالة إلى الأسفل باتجاه K من الوحدات مهم دالة الجذر التربيعي على الصورة Y يساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الـ H زائد الـ K فيكون مجالها هو الفترة نصف مغلقة H وما لا نهاية ويكون مداها الفترة النصف مغلقة K وما لا نهاية إذن انتبه عزيزي الطالب الـ Y تساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الـ H زائد الـ K مجالها ماذا يكون مجالها تحت الجذر H نعم مغلقة H وما لا نهاية ومداها يكون مغلقة K وما لا نهاية فمثلا بيان الدالة Y يساوي الجذر التربيعي لـ X زائد الـ 2 ناقص الـ 3 ينتج من إزاحة بيان الدالة Y يساوي الجذر التربيعي لـ X نعم وحدتان لليسار لاحظ معي وحدتان لليسار ثم ثلاث وحدات للأسفل فقيمة الـ H هي سالب 2 فهي إزاحة أوفقية لليسار بمقدار وحدتان وقيمة الـ K هي سالب 3 أي إزاحة إلى الأسفل بمقدار ثلاث وحدات ويكون مجال الدالة هو الفترة نصف مغلقة سالب 2 وما لا نهاية ومدى الدالة هو الفترة نصف مغلقة سالب 3 وما لا نهاية ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى مثال آخر أرسم بيان الدالة ويساوي الجدر التربيعي لـ X ناقص الأربعة زائد أثنين هنا عزيزي الطالب لرسم بيان الدالة ويساوي الجدر التربيعي لـ X ناقص الأربعة زائد الأثنين أرسم وي تساوي الجدر التربيعي لـ X ومنها أحدد الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية فهنا قيمة الـ H هي إزاحة أفقية باتجاه الموجب أربع وحدات وقيمة الـ K هي موجب أثنين أي إزاحة أفقية بمقدار وحدتين فينتج من إزاحة بيان الدالة Y يساوي الجذر التربيعي لـ X أربع وحدات لليمين وكذلك وحدتان إلى الأعلى إذن Y يساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الأربعة زائد أثنين ناتج من إزاحة أفقية أربع وحدات باتجاه اليمين ووحدتان لليل أعلى إذن مجال الدالة أقدر أحدده هو الفترة نصف مقلقة لأربعة ومالة نهاية أما مدى الدالة هو الفترة نصف مقلقة أثنين ومالة نهاية أعزائي الطلبة بعد أن انتهينا من استعراض الأمثلة ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة الموضوعية السؤال الأول ظلل A إذا كانت العبارة صحيحة أو B إذا كانت العبارة خاطعة واحد المعادلة Y تساوي أثنين X تربيع ناقص أثنين ضرب القوس ثلاثة ناقص X الكول تربيع تمثل معادلة قطع مكافئ نلاحظ أن القطع المكافئ يكون من الدرجة الثانية وهنا لما أفك القوس راح أحصل على معادلة من الدرجة الأولى فلا تمثل قطع مكافئ فتكون الإجابة خاطئة السؤال الثاني منحن القطع المكافئ Y يساوي القوس سالب X زائد الأثنين لكل تربيع زائد الثلاثة يمر بالنقطة P أثنين وثلاثة عشان أحصل أن منحن القوس يمر بالنقطة أثنين وثلاثة أعوض نعم أعوض بالX تساوي الأثنين فتكون ناقص أثنين زائد الأثنين الكل تربيع يعني صفر الكل تربيع لتكون ال-Y تساوي الثلاثة إذن تكون النقطة P2 وثلاثة تمر بالقطع المكافئ فتكون الإجابة صحيحة ننتقل الآن إلى السؤال الثالث إذا كانت النقطة MX وY تنتمي لبيان الدلة F فإن النقطة MX وY تنتمي لبيان معكوس هذه الدلة كما عرفنا سابقا إذا كانت عندي نقطة تنتمي لبيانها وهي X و Y فالنقطة الأخرى ماذا تكون؟ نعم Y و X هي التي تنتمي لبيان معكوس الدلة فتكون الإجابة خاطئة السؤال الرابع المستقيم Y يساوي X هو خط انعكاس لبيان دلة F وبيان معكوسها نعم المستقيم Y يساوي X هو خط انعكاس لبيان دلة F وبيان معكوسها ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى السؤال الخامس إذا كانت F of X تساوي X زائد الواحد والG X تساوي X ناقص الواحد فإن الدالتين كل منهما معكوسا للأخرى هنا عزيزي الطالب الدالتين F و G كل منهما معكوسا للأخرى شلون؟ نعمل F of X تساوي X زائد الواحد أي أن ال-Y تساوي X زائد الواحد نبدل ال-X وال-Y لتكون ال-X تساوي ال-Y زائد الواحد فتكون ال-Y تساوي ال-X ناقص واحد وهي الدالة G of X فتكون الإجابة صحيحة السؤال السادس لا يتغير مجال دالة الجذر التربيعي بعد إزاحتها ثلاث وحدات يمينا عزيزي الطالب دالة الجذر التربيعي Y يساوي ولنأخذ مثلا Y يساوي الجذر التربيعي ل-X ناقص الواحد ماذا يكون مجالها؟ نعم الفترة نصف مقلقة واحد وما لا نهاية إذن عند إزاحتها اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار فإنه يتغير مجالها فتكون الإجابة خاطئة إلى هنا عزاء الطلبة والطالبات وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم والذي تناولنا فيها المعكوسات ودوال الجذور التربيعية ونراكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أعزائي طلاب الصف الحادي عشر علمي أهلا وسهلا بكم يتجدد لقاؤنا في دروسنا التعليمية في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول أعزائي الطلبة وطالبات الصف الحادي عشر فاصل قصير ونعود ابقوا معنا أعزائي طلبة الصف الحادي عشر عدنا من جديد إلى موضوع جديد وهو الدوال التربيعية ونمتجتها الدالة التربيعية الصورة العامة للدالة التربيعية هي AX تربيع زائد BX زائد C يساوي الصفر إذن FX تساوي AX تربيع زائد BX زائد C حيث A والB والC تنتمي إلى R لعداد الحقيقية والA لا تساوي الصفر تمثل الدالة التربيعية عزيز الطالب بمنحنة لاحظ معي المنحنة إذن الدالة التربيعية تمثل بمنحنة متباثل حول مستقيم رأسي لاحظ المستقيم الرأسي إذن متباثل حول مستقيم رأسي يمر برأس المنحنة ويسمى شكل المنحنة قطعا مكافئا الإحداث السيني لرأس هذا المنحنة عزيز الطالب هو X يساوي سالب B على أثنين A حيث أن B هو معامل X والA هو معامل X تربيع وهو معادلة المستقيم الرأسي الذي يسمى محور التماثل مثال عزيز الطالب أي النقاط الواردة تقع على المنحنة F of X تساوي X تربيع ناقص 4X زائد الثلاثة لاحظ عزيز الطالب لاحظ عزيز الطالب لدينا نقاط نبي نلاحظ هذه النقاط أي منها تقع على المنحنة لاحظ عزيز الطالب معي في النقطة A تمثل أثنين وواحد أي أن الأثنين هي الأكس والواحد هي Y أو نرمز لها بFX أين تقع عزيز الطالب؟ لاحظ أنها موقعها في هذا المكان هل هذا المكان هل هذه النقطة تقع على المنحنة؟ أحسنت لا تقع على المنحنة إذن سوف نستبعد النقطة A B 5 و 2 أين الخمسة و 2 إذن سوف نستخدم نستخدم التعويض عزيز الطالب للتأكد أنها تقع أو لا تقع سوف نستخدم التعويض نعوض بقيمة بعوض الأكس بخمسة إذن 25 ناقص 20 يساوي خمسة خمسة زائد ثلاثة ثمانية إذن الـ Y أو الـ FX هي 2 وليست الثمانية إذن النقطة B لا تقع على المنحنة سوف نستخدم أو نجرب النقطة C وهي النقطة 0 و 3 بالتعويض صفر ناقص صفر زائد ثلاثة إذن صورة الصفر هي الثلاثة أي أن النقطة تقع أو لا تقع عزيز الطالب أحسنت إذن النقطة C تقع على المنحنة أين موقعها لاحظ صفر و ثلاثة إذن تقع على المنحنة النقطة D سالب واحد و ثمانية الـ X بسالب واحد و الـ Y بثمانية أو الـ FX هي بثمانية نعوض واحد ناقص أربعة في سالب واحد أي أنه واحد زائد أربعة يعطيني خمسة خمسة زائد ثلاثة يكون الناتج ثمانية أي أن النقطة D تقع على المنحنة إذن النقاط التي تقع على المنحنة عزيز الطالب هي النقطة C صفر و ثلاثة والنقطة D هي سالب واحد و ثمانية نتطرأ أو ملاحظة لدينا ملاحظة عزيز الطالب تكون الدالة من الدرجة الثانية إذا كان أكبر أس للمتقير هو أثنين أي أنه إذا كان أكبر أس للمتقير هو أثنان تكون الدالة تربيعية أما إذا كان أكبر أس هي واحد تسمى دالة خطية مثال حدد ما إذا كانت الدالة F of X تساوي 2X زائد واحد مضروبة في X ناقص ثلاثة تربيعية أم خطية تذكر عزيز الطالب إذا كان أكبر أس هو أثنان تسمى دالة تربيعية وإذا كان أكبر أس هو للمتقير هو واحد تكون دالة خطية لدينا عوامل نضرب 2X في X تربيع 2X في X يكون ناتج X تربيع إذن بوضع المعادلة على الصورة العامة باستخدام خاصية التوسيع فتكون F of X عبارة عن 2X تربيع ناقص 5X ناقص الثلاثة إذن الدالة تربيعية نجد إنها دالة تربيعية سوف نتطرق لمفهوم جديد عزيز الطالب وهو نمذجة البيانات تعلمنا سابقا كيفية كتابة نموذج خطي للبيانات ولكن يوجد بيانات لا يمكن نمذجتها خطيا وقد تكون الدالة التربيعية هي أفضل نمذجة لها استخدم البيانات المدونة في الجدول التالي لإيجاد دالة تربيعية تنمذجها ثم تحقق من بقية الأزواج المرتبة إذن عزيز الطالب لنمذجة البيانات سوف نوجد دالة تربيعية لنمذجة البيانات كما تعلمنا أن الصورة العامة للدالة التربيعية هي AX تربيع زائد BX زائد C حيث ال-Y يساوي FX بالتعويض به ثلاث نقاط من الجدول إذن رح نختار ثلاث نقاط عزيز الطالب من الجدول الثلاث نقاط هذه رح نعوضها في الصورة العامة للدالة التربيعية لإيجاد ثلاث مجاهل إذن أنا لدي ثلاث مجاهل ال-A وال-B وال-C عشان أنا أوجد هالثلاث مجاهل لازم أختار ثلاث ثقات وعوضها في الدالة أو الصورة العامة للدالة التربيعية لإيجاد ثلاث معادلات بحل تلك المعادلات الثلاثة نستطيع الحصول على قيم المجاهل إذن أنا عندي ثلاث معادلات عزيز الطالب رح أحل هالثلاث معادلات عشان أنا أوجد المجاهل كيف أحل الثلاث معادلات؟ إذن هذه الصورة العامة اللي هي ال-Y تساوي AX تربيع زائد BX زائد C إذن نختار أي نقطة من الجدول عزيز الطالب وليكون 2 وصفر إذن رح أعوض أعوض في الصورة العامة فتكون 4A إذن رح أعوض بـ X 2 إذن 4A زائد 2B زائد C نختار نقطة أخرى وهي الثلاثة والثلاثة إذن رح أعوضها بالـ X إذن رح أعوضها بالـ X إذن رح تكون 9A زائد 3B زائد C تساوي الثلاثة سوف نختار نقطة ثالثة عزيز الطالب ولتكون 5 و 15 بالتعويض فيكون 25A زائد 5B زائد C تساوي 15 لاحظ عزيز الطالب لدي ثلاث معادلات سوف نحل هالثلاث معادلات كيف نحل الثلاث معادلات؟ إذن بطرح المعادلة واحد من المعادلة اثنان إذن بطرح المعادلة واحد من المعادلة اثنان سوف نطرح 9A ناقص 4A سوف يكون 5A 3B ناقص 2B يكون 1B موجب C ناقص C C ناقص C صفر إذن تخلص من مجهول إذن لماذا نطرح معادلتين؟ أي إحنا سوف نتخلص من أحد المجاهل فيكون 5A زائد B يساوي ثلاثة ولتكون هذه هي معادلة رقم 4 بطرح واحد من الثلاثة إذن هذه مرة ثانية أرجعنا حق المعادلات عزيز الطالب إذن إحنا في المعادلة طرحنا الواحد من الأثنين تخلصنا من الس وطلعت لي إذن راح أنا أختار أطرح الواحد من الثلاثة الواحد من الثلاثة فيكون لدي 21A زائد 3B تساوي 5 وإن تكون هي المعادلة رقم 5 إذن لدي معادلتين لاحظ عزيز الطالب الأربعة والخمسة معادلتين فيهم مجهولين إذن أحل هذين المعادلتين آنيا شون أحلهم آنيا عزيز الطالب لازم أستخدم طريقة بأني أنا أتخلص من أحد المجاهل لاحظ لدي هنا B وهني لدي 3B إذن أضرب المعادلة رقم 4 في 3 بالضرب بالعدد 3 في المعادلة 4 فتكون 3 في 5 15A 3 في B 3B تساوي 3 في 3 9 إذن بطرح المعادلة 5 ناقص 4 وكما تعلمنا باستخدام العمليات الحسابية يكون 6A تساوي 6 إذن A تساوي 1 إذن وجدنا المجهول الأول وهو A بواحد كيف نوجد باقي المجاهل عزيز الطالب نعوض بقيمة A في معادلة 4 أو 5 فالأسهل اللي أعوض في المعادلة رقم 4 بالتعويض في أربعة نحصل على B تساوي سالب 2 إذن وجدنا A وجدنا B عزيز الطالب إذن رح نعوض بالA والB في أحد المعادلات لنوجد منو لنوجد C هل C موجودة في هذه المعادلات لا C موجودة في المعادلة رقم 1 نعوض بقيمة A والB في المعادلة رقم 1 فتكون 4A زائد 2B زائد C هذه معادلة 1 رح عوض بقيمة A والB فيكون C يساوي 0 إذن لدي A ب1 والB بسالب 2 والC 0 إذن نستطيع الآن أن نوجد المعادلة التربعية عزيز الطالب نعم إذن الصورة العامة للمعادلة التربعية هي F A X تربع زائد B X زائد C إذن رح أعوض بقيمة A ب1 وأعوض بقيمة B بالسالب 2 وأعوض بقيمة C بالصفر فنحصل على المعادلة التربعية F X عبارة X تربع ناقص 2 X إذن أوجدنا المعادلة التربعية لنتأكد من صحة الحل عزيز الطالب سوف نجرب ونعوض باقي النقاط في المعادلة إذن للتحقق من صحة الحل يجب التعويض بقية النقاط الموجودة بالجدول مثال 2 يبين الجدول التالي عدد الأقطار في المظلعات بحسب عدد أضلعها إذن عندي عدد الأضلع وهي X وعندي عدد الأقطار وهي Y إذا كانت العلاقة بين X و Y تنمضج بدالة تربيعية فاكتب هذه الدالة باستخدام العلاقة التي حصلنا عليها أوجد عدد أقطار مظلع ذو 9 بنفس الخطوات عزيز الطالب إذن أول خطوة كما قلنا نفرغ الدالة التربيعية وهي F X A X تربيع زائد B X زائد C حيث F X تساول بنفس الخطوات نعوض بالتعويض بثلاث نقاط من الجدول المعطى في الصورة العامة فنحصل على ثلاث معادلات سوف نختار النقطة 4 و 2 فتكون معادتي 16A زائد 40 زائد C نستخدم النقطة 5 و 5 فنحصل على المعادلة الأخرى اللي هي 25A زائد 5B زائد C نعوض بالنقطة 6 و 9 فنحصل على 36A زائد 6B زائد C تساوي 9 بنفس الخطوات لدي ثلاث معادلات عزيز الطالب نبين نتخلص من أحد المجاهيل إذن بطرح 1 من 2 فنحصل على المعادلة رقم 4 وهي 9A زائد B تساوي 3 والخطوة اللي بعدها سوف نطرح الواحد من الثلاثة فنحصل على 20A زائد 2B تساوي 7 إذن هذه المعادلة رقم 5 نحل المعادلة 4 و 5 آنيا لاحظ عزيز الطالب إذن أضرب المعادلة 4 بكم أحسنت بـ 2 عشان أتخلص من البي بضرب المعادلة رقم 4 بـ 2 فنحصل على 18A زائد 2B تساوي 6 ماذا أفعل الخطوة اللي بعدها عزيز الطالب ممتاز أطرح المعادلة 5 ناقص 4 فنحصل على 2A تساوي 1 والA تساوي 0 إذن أوجدنا A سوف نوجد B بتعويض A بأحد المعادلات إذن نعوض B في المعادلة رقم 4 فنحصل على B تساوي سالب 3 على 2 نعوض A والB في المعادلة رقم 1 فنحصل على 4A زائد 2B زائد C اللي هي المعادلة رقم 1 نعوض بقيمة A والB فيكون C هم تساوي الصفر إذن لدي A تساوي 0 والB تساوي سالب 3 على 2 والC بالتعويض بالصورة العامة كما تطرقنا في المثال السابق فيكون F تساوي 0 X تربيع ناقص 3 على 2 X للتأكد عزيز الطالب من صحة الحل ماذا نفعل؟ أيضا نعوض بباقي النقاط إذا أردنا أن نوجد عدد أقطار المظلع ذو 9 أطلع ماذا نفعل؟ نعوض بقيمة X 9 إذن نص 9 تربيع ناقص 3 على 2 في 9 بإجراء العمليات الحسابية فيكون F 9 يساوي 27 عزيز الطالب أحضر ورقة وقلم وصلنا إلى البنود الموضوعية للتأكد من فهمنا للمفاهيم التي تم شرحها ظلل A إذا كانت الإجابة صحيحة وظلل B إذا كانت الإجابة خاطئة F X تساوي K X تربيع زائد X ناقص الواحد لكل K تنتمي إلى R يمكن أن تكون دالة خطية لاحظ عزيز الطالب أن K هو عدد ثابت والعدد الثابت ينتمي إلى R ما هي R؟ هي الأعداد الحقيقية الأعداد الحقيقية تتكون من أعداد موجبة وأعداد سالبة والصفر إذا عوضنا بقيمة K بالصفر ماذا نحصل؟ نحصل على صفر في X تربية يعطيني صفر زائد X ناقص واحد وX ناقص واحد عبارة عن دالة ماذا نسميها عزيز الطالب؟ أحسنت نسميها دالة خطية إذن الإجابة تكون الإجابة صحيحة يمكن أن تكون دالة خطية فهي دالة خطية الدالة F X F of X تساوي X مضروبة في واحد ناقص X زائد X تربية زائد X دالة خطية هل هذه الإجابة صحيحة؟ أم خاطئة عزيزي؟ الطالب فكر معي ماذا نعمل؟ لدي X مضروبة في القوس واحد ناقص X ماذا نفعل؟ نستخدم خاصية التوزيع ممتاز فيكون X في واحد X إذن X في سالب X إذن X ناقص X تربيع زائد X تربيع زائد X X تربيع مع X تربيع تختصر فيكون X زائد X يعطيني 2X إذن هي دالة ماذا دالة خطية ممتاز إذن الإجابة صحيحة في كل مما يلي ظل للدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة يمكن نمذجة العلاقة بين X والY في الجدول التالي بالدالة لاحظ أزيز الطالب لدينا جدول فيه قيم X قيم Y المطلوب نمذجة هذه العلاقات أي دالة تستطيع أن نمذج بها هذه العلاقات إذن نستخدم التعويض لاحظ أزيز الطالب يجب عند تعويض جمع أي قيمة في X تكون صورتها Y عند التعويض بأي قيمة بين X تكون صورتها Y للسهولة سوف نختار أي نقطة للسهولة نختار قيمة X التي تمثل الصفر وصورتها الأربعة إذن صورة X صورة الصفر هي أربعة لنعوض في الدالة الأولى صفر تربيع ناقص أربعة يكون الناتج سالب أربعة هل هي صورة الصفر لاحظ في الجدول أن صورة الصفر أربعة وليست سالب أربعة إذن نستبعد الإجابة نعوض بقيمة الصفر في الإجابة B إذن F تساوي صفر تربيع زائد خمسة في صفر زائد السبعة يكون الناتج سبعة ولاحظ في الجدول أن صورة الصفر هي الأربعة وليست سبعة إذن سوف نستبعد الإجابة B نجرب الإجابة C F الصفر أربعة ناقص الصفر يكون الناتج أربعة إذن صفر صورتها الأربعة نجرب في الإجابة D F الصفر ثلاثة في صفر زائد أربعة يكون الناتج أربعة إذن لدينا إجابة آن اللي هي C والD أي أن صورة الصفر هي الأربعة سوف نستخدم أو نختار نقطة أخرى لنتأكد من الإجابة الصحيحة أيهما أصح الس أم الد نجرب السالب واحد فتكون أربعة ناقص سالب واحد تربيع فيكون أربعة ناقص واحد يكون ثلاثة لاحظ سالب واحد صورتها الثلاثة هل ممكن تكون هي الإجابة الصحيحة لنتأكد نجرب السالب واحد في الإجابة D إذن F السالب واحد فتكون ثلاثة في سالب واحد سالب ثلاثة زائد الواحد يكون أربعة وليس الثلاثة إذن الإجابة الصحيحة هي السيل أعزائي طلاب الصف الحادي عشر علمي وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تناولنا فيها الدالة التربعية ونمدجتها أتمنى أن يتجدد لقائي بكم في حلقات أخرى من دروسنا التعليمية برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أعزائي طلاب وطالبات الصف الحادي عشر أهلا وسهلا بكم يتجدد لقائي بكم في دروسنا التعليمية لمادة الرياضيات حلقتنا اليوم أعزائي الطلبة عن الدالة الأسية والدالة اللغة الرتمية فاليوم نبين عرف شنو هي الدالة الأسية وشنو هي الدالة اللغة الرتمية لكن كل هذا عزيز الطالب لاحة عرفه بعد الفاصل فابقوا معي رجعنا من جديد أعزائي طلبة الصف الحادي عشر وكما قلنا درسنا اليوم عزيز الطالب عن الدالة الأسية والدالة اللغة الرتمية الدالة الأسية والدالة اللغة الرتمية استكشاف النماذج الأسية الدالة الأسية على صورة وكما قلنات y تساوي y تساوي a في b أس x حيث x تنتمي إلى r والa تنتمي إلى r ستار كما نعرف عزيز الطالب أن r معناتها الر ما عدا الصفر والb تنتمي إلى r الموجبة ما عدا الواحد إذن هذه الصورة الأسية اللي هي Y تساوي A في B أس X إذا كانت عزيزي الطالب إذا الأي بصفر معناتها الواي رح تكون تساوي الصفر إذا ييت أنا عوضت بالأي حطيتها صفر معناتها الواي تساوي الصفر إذا كانت عندي الواي تساوي الصفر أسميها معادلة البحور السيني أما إذا كانت البي تساوي الواحد تعال عوض شيلي البي وحطها واحد إذا رح تعطيني Y تساوي A وسمي هذه دالة ثابتة عندما A أكبر من الصفر عزيزي الطالب إذا كانت الأي أكبر من الصفر معناتها أن الأي عدد موجب وكانت البي أكبر من الواحد إذا الأي عدد موجب والبي أكبر من الواحد نسميها نمو أسي معناتها كما أنا أمثلها نمو أسي إذا أنا قعد أصعد نمو أسي أما إذا كانت البي محصورة بين الصفر والواحد والأ أيضا تكون موجبة والأ أيضا موجبة والبي محصورة بين الصفر والواحد نسمي تضاءل أسي وتكون بهذه الصورة تضاءل أسي مثال إرسم بيان الدالة Y تساوي أثنين في ثلاثة أس إكس ثم أبين هل تمثل نمو أسي أم تضاءل أسي فكر معي عزيزي الطالب لاحظ معي الأي أثنين يعني الأي موجبة أكبر من الصفر والبي هي الثلاثة والثلاثة أكبر من الواحد إذن الأي موجبة والبي أكبر من الواحد عزيزي الطالب هل أهي نمو أسي أم تضاءل أسي ممتاز يعتبر نمو أسي نتأكد بالرسم إذن أبي أرسم إذن رح أعين نقاط الأكس ولتكون سالب أثنين أي أشي للأكس وحط سالب أثنين فتطلع للواي أثنين على تسعة واختار نقطة أخرى سالب واحد أعوضها تكون أثنين على ثلاثة والصفر يعطيني أثنين وإذا عوضت بالواحد تكون الواي تساوي ستة وإذا عوضت بالأثنين تكون الواي بثمانتعش نرسم إذن هذه المحاور عندي أي أعوض سالب أثنين سالب أثنين واثنين على تسعة إذن لاحظ عزيز الطالب بيان الدالة إذن إيهي نمو أسي نمو أسي بهذا الشكل إذن الدالة تمثل نمو أسي مثال آخر ارسم بيان الدالة ويساوي أثنين في ثلث أس إكس ثم أبين هل تمثل نمو أسي أم تضاء الأسي لاحظ معي عزيز الطالب الأي بأثنين معناتها أكبر من الصفر موجبة والبي بثلث والثلث محصورة بين الصفر والواحد معناتها أصغر من الواحد إذن رح يكون نمو أم تضاء الأسي ممتاز رح يكون تضاء الأسي فبيانها رح تكون بهذه الصورة تعال نرسم ونتأكد إذن هم رح نحدد نقاط إذن إذا كانت الإكس بسالب أثنين الواي بثمانتعش وإذا عوضنا بالإكس بسالب واحد رح تكون بستة وأيضا الصفر باثنين وإذا عوضنا الإكس بواحد تكون الواي باثنين على ثلاثة وإذا عوضنا بالأثنين تكون الواي باثنين على تسعة إني نرسم لاحظ عزيز الطالب إذا رح أعوض في النقاط بالرسم فلاحظ عزيز الطالب تضاء الأسي بهذه الصورة إذن الدالة تمثل تضاء الأسي الدوال الأسية وبياناتها دالة المرجع وي تساوي a في بي أس إكس إذن هذه الصورة لدالة المرجع بيانة الدالة y تساوي a في بي أس إكس ناقص h لاحظ عزيز الطالب أنا دالة المرجع عبارة عن y تساوي a في بي أس إكس لاحظ إني الصورة الثانية أنا ضفت الـ h معناته شو الحدث اللي رح يصير وهو عبارة إذا كان الـ x الأس إكس مضاف لها h معناته عبارة عن إزاحة لدالة المرجع إزاحة أفقية إما لليمين أو لليسار بمقدار h بمقدار h إذن هو إزاحة بيان دالة المرجع اللي هي y تساوي a في بي أس إكس مسافة أفقية قدرها h المسافة الأفقية عزيز الطالب إما جهة اليمين أو جهة الإسار زائد k الك هذه رح يكون عبارة عن إزاحة لأعلى أو لأسفل إذا نسميها إزاحة رأسية لأعلى أو لأسفل مقدارها k مثال باستخدام دالة المرجع إرسم بيان y تساوي a 2 في 3 أس إكس ناقص الأثنين زائد الواحد دالة المرجع هي y تساوي a 2 في 3 أس إكس لاحظ عزيز الطالب هذه دالة المرجع إذا أنا قلت x ناقص الأثنين معناته أني أنا صارت لي إزاحة أفقية جهة اليمين مقدارها وحدتين ثم إزاحة رأسية مقدارها وحدة واحدة تعال نتأكد بالرسم إذا رح أعيني النقاط الأكس اللي هي عبارة عن سالب أثنين أي عوضها بدالة المرجع تصير أثنين على تسعة أعوض بسالب واحد تكون أثنين على ثلاثة أريد أعوض بالصفر باثنين أيضا بواحد تصير ستة أعوض بالأثنين تساوي 18 أي أرسم دالة المرجع اللي هي سالب أثنين واثنين على تسعة سالب واحد إذن أوصل بينهم إذن هذه دالة المرجع إذن أي هذه دالة المرجع أي الحين رح أسوي الدالة ويد تساوي أثنين في ثلاثة أس إكس ناغص أثنين زائد الواحد مثال آخر أو عندي الدوال اللغة رتمية وبياناتها إذن إحنا عرفنا الدوال الأسية عزيز الطالب وعرفنا بيان الدوال الأسية الحين رح نطلق إلى الدوال اللغة رتمية وبياناتها تعريف لكل إكس تنتمي إلى آر الموجبة وبي تنتمي إلى آر الموجبة مع عدل واحد يتعين عدد حقيقي إكس بحيث يكون ويساوي بي أس إكس إذا فقط إذا كان لغة رتم الواي للأساس بي يساوي إكس فمثلا ثمانية تساوي أثنين أس ثلاثة أبي أحولها إلى الصورة اللغة رتمية عزيز الطالب فكر معي ها رح تصير لغة رتم الثمانية للأساس الثنين تساوي الثلاثة إذا لغة رتم الثمانية للأساس الثنين تساوي ثلاثة مثال أوجد قيمة إكس ليه لغة رتم الواحد وثمانين للأساس إكس تساوي الأربعة فكر معي عزيز الطالب عشان أنا أوجد قيمة الإكس لازم أحول من الصورة اللغة رتمية إلى الصورة الأسية إذا رح يكون عندي واحد وثمانين تساوي إكس أس أربعة أو إكس أس أربعة تساوي الواحد وثمانين إذن إكس أس أربعة تساوي واحد وثمانين إذن الواحد وثمانين أقدر أحللها أقدر أبسطها أقدر أسويها في صورة أس طبعا عبارة 81 عبارة عن 3 أس 4 إذا رح يصير X أس 4 تساوي 3 أس 4 لاحظ عزيز الطالب إذا كانت عندي الأسس متساوية رح أساوي الأساس وإذا كانت عندي الأساس متساوي أساوي الأسس لاحظ أن الأسس متساوية إذن على طول X تساوي 3 مثال آخر أوجد مجال تعريف الدالة F of X يساوي لغة رتم X تربيع ناقص الأربعة للأساس أثنين إذن أنا أبي أييب مجال الدالة إذن في حالة مجال الدالة للغة رتم عزيز الطالب اللي هو ما بداخل اللغة رتم أكبر من الصفر يعني إن X تربيع ناقص الأربعة أكبر من الصفر إذن رح أقول مجال الدالة أو نقول X تربيع بما أن X تربيع ناقص الأربعة أكبر من الصفر معناته X تربيع أكبر من الأربعة أوجد الجذر التربيعي للطرفين وتذكر عزيز الطالب إذا كان عندي الجذر التربيعي لX تربيع رح يساوي مطلق إذن رح يعطيني مطلق X أكبر من الأثنين تذكر المطلق خواص المطلق في حالة إذا عندي متباينة المطلق إذا في حالة الأكبر معناته X أكبر من الأثنين أو X أصغر من سالب أثنين إذن مجال الدالة راح تكون من سالب أثنين من سالب ما لا نهاية إلى سالب أثنين اتحاد الفترة المفتوحة من أثنين وما لا نهاية أو أكتبها بصورة أخرى عبارة عن R ما عدا الفترة المغلقة سالب أثنين وأثنين إذن مجال الدالة هو الفترة المفتوحة من سالب ما لا نهاية إلى سالب أثنين اتحاد الفترة المفتوحة من 2 إلى ما لا نهاية أو بصورة أخرى R مع عدل فترة المغلقة سالب 2 و 2 الدالة اللغة رتمية Y تساوي لغة رتم X للأساس B هي معكوس الدالة Y يساوي B أس X حيث X أكبر من الصفر والB تنتمي إلى R الموجبة مع عدل 1 معناته عزيز الطالب أن الدالة الأسية هي معكوس الدالة اللغة رتمية والدالة اللغة رتمية هي معكوس الدالة الأسية معناته إذا أنا عندي دالة أسية ودالة اللغة رتمية أبي أطلع بيانهم معناته إذا يبدأ أنا الدالة اللغة رتمية رح أسوي لها انعكاس في المحور Y يساوي X وتطلع لي الدالة الأسية والعكس صحيح إذا رح يكون انعكاس في المحور Y يساوي X نلاحظ مثال نطبق عليها المثال إذا كان أرسم بيان الدالة كل من الدالتين Y تساوي أثنين أس X Y تساوي لغة رتم الأس للأساس أثنين إذن رح أخذ الدالة الأسية اللي هي Y تساوي أثنين أس X رح أرسم بيانها إني رح أختار نقاط ولتكون سالب أثنين أعوضها في الدالة تعطيني ربع وسالب واحد يعطيني نص والصفر تكون ال-Y تساوي الواحد وواحد أعوضها رح تطلع لي ال-Y بثنين والأثنين تعطيني أربعة أي أرسم عزيز الطالب أحدد نقاطي وأرسم إذن سالب واحد ونص صفر وواحد وواحد واثنين واربعة أو اثنين واربعة أي أوصل إذن هذه بيان الدالة Y تساوي أثنين X إذا بيأرسم الحين اللي هو المحكوس دالة اللغة رتم كما ذكرتك إذن رح أرسم انعكاس في المحور Y يساوي X شمعنات انعكاس في المحور Y يساوي X إني أنا أبدل ال-X بال-Y يعني إذن هذا عندي إذن بما أن الدالة Y تساوي لغة رتم من ال-X للأساسة 2 هي معكوس الدالة Y تساوي أثنين أس إذا رح أرسم المحور Y يساوي X وأساوي انعكاس يعني إذا اخترت أنا النقطة صفر سالب واحد ونص معناتها إذا بيأرسمها معكوسها النقطة واحد واثنين تصير اثنين وواحد أوصل بين النقاط عزيز الطالب إذن أنا رسمت الدالتين الدالة الأسية ومعكوسها الدالة اللغة رتمية إذن عزيز الطالب لاحظ من بيان الدالة إذن الدالة الدالة اللغة رتمية هي عبارة عن انعكاس للدالة الأسية في المستقيم Y يساوي X تطرق إلى مفهوم آخر وهو خواص اللغة رتمات لكل M وN تنتمي إلى R الموجبة وB تنتمي إلى R الموجبة مع عدل واحد الخاصية الأولى لغة رتم M في N للأساس B يساوي لغة رتم M للأساس B زائد لغة رتم ال N للأساس B إذن عزيز الطالب إذا كان عندي لغة رتم واحد وداخل اللغة رتم فيه حاصل ضرب أقدر أنه هو رح يتحول إلى مجموع اللغة رتم لنفس الأساس إذن لغة رتم M في N للأساس B رح يساوي لغة رتم M للأساس B زائد لغة رتم N للأساس B وأيضاً لغة رتم M على N للأساس B يساوي لغة رتم M للأساس B ناقص لغة رتم N للأساس B أيضاً في حاد إذا كان عندي لغة رتم واحد وداخل اللغة رتم فيه كسر أو قسمة عزيز الطالب رح يتحول إلى طرح لغة رتمين يعني الكسر هذا أو القسمة صارت لغة رتم M للأساس B ناقص لغة رتم N للأساس B رقم ثلاثة لغة رتم M أس K للأساس B رح يساوي كأني أنا أنزل الأس فيصير K هو معامل اللغة رتم فيصير K لغة رتم M للأساس B تذكر عزيز الطالب لغة رتم B للأساس B يساوي واحد لغة رتم الواحد للأساس B يساوي صفر لغة رتم الواحد للأساس B يساوي صفر لغة رتم B أس N للأساس B يساوي N L لغة رتم يساوي 1 L L L اللي هو اللغة رتم الطبيعي L E يساوي 1 L L عزيز الطالب عبارة عن لغة رتم L E للأساس E فرح يعطيني 1 عندما يكون الB يساوي 10 يكتب لغة رتم M للأساس 10 يساوي لغة رتم M يعني عزيز الطالب إذا كان عندي الأساس 10 ليس من الضروري اللي أنا أكتبها أقدر أكتبها لغة رتم M للأساس 10 أو أكتبها لغة رتم M معناتها لغة رتم M هذه معناتها أن أساس 10 ويسمى لغة رتم المعتاد ل أما عندما يكون الB يساوي E يكتب لغة رتم M للأساس E تساوي N الM كما تطرقت تطرقت قلت لك أنا إذا ما يكون عندي لن الM معناتها هو عبارة عن لغة رتم الM للأساس E ويسمى اللغة رتم الطبيعي لن حيث الE يساوي 2.718 2.8 مثال أكتب في صورة لغة رتم 1 إذن تذكر الخواص عزيزي الطالب إذن أنا بأسوي في لغة رتم 1 لغة رتم X للأساس 2 ناقص لغة رتم 7 للأساس 2 زائد 2 لغة رتم 3 للأساس 2 إذن أول شيء عزيزي الطالب أحول 2 لغة رتم 3 للأساس 2 مثل ما قلت لك لنا هذه من وين هي كانت عبارة عن أس إذا فتصير لغة رتم 3 أس 2 للأساس 2 لاحظ هنا في البداية أنا عندي ناقص ونقص قلت لك إذا عندي طرح اللغة رتمات إذا بحطهم في لغة رتم 1 رح يتحول إلى كسر لغة رتم لغة رتم لغة رتم لغة رتم لغة رتم من القص إذا يصير لغة رتم 3 أس 2 للأساس 2 إذا لاحظة الحين أنا عندي زائد وإذا بحط بلغة رتم 1 قلنا مجموع اللغة رتم إذا بحط بلغة رتم 1 يتحول إلى ضرب إذا لغة رتم X على 7 في 9 للأساس 2 نرتبها فرح أضرب بصر لغة رتم 9X على 7 للأساس 2 إذا أنا حولتها إلى صورة لغة رتم 1 مثال آخر أكتب في صورة لغة رتم 1 3 لغة رتم X ناقص 4 لغة رتم Y ناقص 2 لغة رتم 4 تذكر عزيز الطالب لما يكون عندي معامل لغة رتم إيش قلت لك يتحول إلى أس فأرتب تصير لغة رتم X تكعيب ناقص لغة رتم Y أس 4 ناقص لغة رتم 4 أس 2 أقدر أنا هني رح أخذ لغة رتم X تكعيب أخذت هني الناقص أو السالب عامل مشترك فيصور لغة رتم Y أس 4 زائد لغة رتم 4 أس 2 إذن رح يصير عندي لغة رتم X تكعيب ناقص أنا هني عندي مجموع لغة رتم 2 اللي هو لغة Y أس 4 زائد لغة 4 2 إذن عبارة عن مجموع لغة رتم 1 عبارة عن حاصل ضرب فيصور لغة رتم X تكعيب ناقص لغة رتم 16 Y أس 4 الحين عندي برحل لغة رتمين بحطوه في لغة رتم 1 رح يتحول ممتاز إلى قسمة فيكون لغة رتم X تكعيب على 16 Y أس 4 مثال آخر أكتب مفكوك لين 2 X تكعيب على 5 Y أس 6 إذن أنا أبي أبي أفكك إذن أبي أفكك أنا عندي لغة رتم واحد أبي أجزأه تذكر شوف لي داخل اللين عبارة عن كسر الكسر معناته رح يتحول إلى شنو طرح اللغة رتم الطبيعي إذن رح يصير يتحول إلى لين 2 X 3 ناقص لين 5 Y 6 لاحظ أزيز الطالب اللين هنا عبارة عن 2 X 3 إذن عبارة عن حاصل ضرب إذا بيئة جزئة رح يتحول إلى مجموع إذا رح يكون لين 2 زائد لين X 3 ناقص بنفس الطريقة 5 Y 6 عبارة عن حاصل ضرب رح يتحول أيضا إلى مجموع رح يكون لين الخمسة زائد لين Y 6 نرد نبسط مرة ثانية لاحظ عندي أنا X 3 قلنا الوس هذا رح يصير يتحول إلى معامل اللين الطبيعي إذن لين 2 زائد 3 لين X ناقص لين الخمسة ناقص 6 لين Y إذن أنا من لغة رتم 1 جزئت إلى مفكوك اللغة اللين الطبيعية نتطرق الآن إلى الأسئلة الموضوعية ظل A إذا كانت العبارة صحيحة و B إذا كانت العبارة خاطئة الدالة Y تساوي 3 في 2 X تمثل تضاءل أسي هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة عزيز الطالب فكر عشان أنا أعرف نمو أسي ولا تضاءل أسي شيئين أتأكد منهم A و B تعالي نشوف A A عبارة عن الثلاثة والثلاثة عدد موجب يعني A أكبر من الصفر إذن هذا الشرط الأول لاحظ B هل هي أكبر من الواحد ولا محصورة بين الصفر والواحد إذن B عبارة عن 2 والأثنين أكبر من الواحد إذن إذا كانت A موجبة والB أكبر من الواحد هل هو نمو أسي ولا تضاءل أسي عزيز الطالب ممتاز عبارة عن نمو أسي إذن العبارة تكون خاطئة نمو أسي وليس تضاءل أسي إذن السؤال الثاني الدالة Y تساوي ثلث في أثنين أس أثنين X تمثل تضاءل أسي هل عزيز الطالب هذه العبارة صحية أم خاطئة لاحظ عزيز الطالب إحنا في البداية قلنا تكون في صورة Y تساوي A في B أس X لاحظ أنا عندي سالب أثنين X معناتها عبارة عن أثنين أس سالب أثنين وأثنين أس سالب أثنين عزيز الطالب راح تكون بربع معناتها Y تساوي ثلث في ربع أس X إذا لاحظ A موجبة والB محصورة بين الصفر والواحد معناتها هل هو نمو أسي أم تضاءل أسي ممتاز يكون تضاءل أسي فتكون الإجابة صحيحة التمرين اللي بعده رقم ثلاثة بيان الدالة Y يساوي ثلاثة في خمسة أس X ناقص أثنين هو انسحاب لبيان الدالة Y تساوي ثلاثة في X أس ثلاثة في خمسة أس X بمقدار وحدتين جهة اليمين هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة عزيز الطالب لاحظ معي دالة المرجع هي Y تساوي ثلاثة في خمسة أس X لكن بيان الدالة اللي فوق عبارة عن ثلاثة في خمسة X عبارة عن إزاحة أو انسحاب أفقي من جهة اليمين أو اليسار بمقدار X إذن هنا عبارة عن انسحاب أو إزاحة أفقية جهة اليمين مقدارها وحدتين فتكون الإجابة صحيحة إذن عزيز الطالب رح ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة الموضوعية وهي الاختيار من وتعدد ظل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة رقم واحد بيان الدالة أوف أوف X يساوي ثلاثة في خمسة أوس X ناقص الواحد هو انعكاس في محور الصادات لبيان الدالة أوف أوف X يساوي إذن عزيز الطالب لما يقول لي انعكاس في محور الصادات معناته أيه الإجابة الصحيحة فكر معي انعكاس في محور الصادات معناته عزيز الطالب أني أنا فقط أقير في إشارة الـ X إذن أي الإجابة ممتاز اللي هي الإجابة A 3 في 5 السالب X ناقص الواحد هي الإجابة الصحيحة المثال آخر رقم 2 إذا كان لغة رتم الثلاثة تساوي N ولغة رتم الأثنين تساوي M فإن M زائد الـ N ناقص الواحد أي الإجابة هل هي لغة رتم الـ 800 أو لغة رتم الـ 6 أو لغة رتم الـ 60 أو لغة رتم الـ 6 من 10 تعال نعوض عزيزي الطالب رح أشيل الـ M وحط لغة رتم الأثنين زائد أشيل الـ N وحط لغة رتم الثلاثة ناقص الواحد تذكر عزيزي الطالب في الخواص منه اللي يعطيني واحد اللي هو دامنا عن أساسي عشرة منه اللي يعطيني واحد اللي هو لغة رتم العشرة معناته لغة رتم الأثنين زائد لغارتم الثلاثة ناقص لغارتم العشرة إذن أنا هنا عندي جمع رح أحوله إلى ضرب فيصير لغارتم الستة ناقص لغارتم العشرة إذن عندي طرح لغارتمات رح يتحول إلى لغارتم واحد اللي هو منه القسمة فيصير لغارتم الستة على العشرة اللي هو رح يعطيني لغارتم الستة من عشرة اللي هي الإجابة دي إذن عزيز الطالب وصلنا إلى نهاية حلقتنا كانت حلقتنا اليوم عن اللغة رتمات أو عن الدالة الأسية والدالة اللغة رتمية وعرفنا الدالة الأسية عرفنا منها النمو الأسي والتضاءل الأسي قلنا عشان أنا أفرق بين النمو الأسي والتضاءل الأسي أني أنا أشوف الأي تكون الأي موجبة في الحالتين لكن في حالة النمو يكون البي أكبر من الواحد وفي حالة التضاؤل البي محصورة بين الصفر والواحد وتعلمنا شون أنا أرسم بيان الدالة الأسية وتعلمنا شون أرسم بيان الدالة اللغة رتمية وقلنا أن الدالة الأسية بيانها وهو معكوس لبيان الدالة اللغة رتمية حول تصير انعكاس في المستقيم ويساوي X وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة